قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بلايحق إن مجلس النواب علق جلسة مناقشة سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد البيبة إلى الأسبوع المقبل وقال النائب الأول لرئيس المجلس فوز نويري إن مناقشة سحب الثقة من الحكومة ستتم في جلسة الأسبوع المقبل لكن البرلمان سينعقد ثلاثاء لمناقشة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية وكان 45 عضوا في مجلس النواب قد تقدموا بطلب سحب الثقة من حكومة البيبة فيما يشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة ما لا يقل عن 87 نائبا قدم رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن مخطط عمل حكومته أمام أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان لنيل ثقة وقال بن عبد الرحمن في كلمته خلال الجلسة إن حكومته عازمة على تفعيل مخطط عملها لإصلاح شامل وعصري للنظام المصرفي الجزائري بما يجعله أكثر فعالية في رفع مستوى مساهمته في تنمية الاقتصاد كما أوضح رئيس الوزراء الجزائري أن حكومته ستعمل على تطوير الإطار القانوني والمؤسسي للمالية المبتكرة خصوصا البنوك الإسلامية وتنشيط البورصة بالإضافة إلى إنشاء بنوك متخصصة ترجمة نانسي قنقر إذن نعود لمتابعة التطورات في ليبيا فيما يتعلق بجلسة مساءلة الحكومة وينضم إلينا من طرابلس موسى تيهوسايا الباحث السياسي أهلا بك سيد موسى الآن جلسة أرجئت لمناقشة مسؤوليات الحكومة صحب الثقة كان هناك ملفات كثيرة مطروحة منها ما يتعلق بإعادة النظر أو باستجواب مجددا الحكومة على استجوابات كان يفترض أن جرت في جلسات سابقة ما الذي يدفع برأيك مجلس النواب لإعادة مساءلة الحكومة بهذا الشكل؟ نعم تحية طيبة لك أهلا بك في حقيقة هناك تخبط يصعب على أقل معرفة أسبابه إلى حد الآن فالمجلس النواب الذي استجوب الحكومة طوال يوم كامل اليوم يريد أن يحاول بأي شكل من أشكال أن يوقع هذه الحكومة في مشكلة تبرر له سحب الثقة منها والهدف للأسف الشديد من هذه الخطوات هي محاولة تعطيل الانتخابات المقبلة ومحاولة لإدخال البلاد في دوامة داخلية تتعلق بانعدام الشرعية بالنسبة للحكومة تعلق بإعادة للأسف الشديد للأمور إلى مربع الصفر ليس هناك مبرر منطقي اليوم يجعل من مجلس النواب يطار للحكومة التي لم يمنحها حتى ميزانية لا يمكن من ناحية المنطقية أساسا من غير المنطقي أن يستجوب البرلمان حكومة لم يعطيها ميزانية حتى تعمل فبالتالي كل هذه الخطوات للأسف الشديد الهدف منها من الواضح أن الهدف منها هو إعادة الأمور إلى مربع الصفر وتعطيل التجهيز وتهيئة الظروف للانتخابات فبالتالي نحن اليوم للأسف في الأمام عودة إلى الوراء وأمام نوع من مشهد يتسم بالجمهور السياسي عن مصلحة الآن مجلس النواب في هذه المرحلة بأن يعمد إلى إرجاء الانتخابات أو عرقلة تحضيرات لها نعم من المؤكد ومن الملاحظ لكل متتبع للمشهد الليبي أن البرلمان الليبي طوال فترته الآن المتدة إلى سبع سنوات لم يسجل للأسف الشديد أي موقف في صالح ليبيا وفي صالح المشهد السياسي في ليبيا المتأزم على امتداد السبع سنوات الماضية اليوم هناك نوع من حظوظ نفسية يتسم بها عمل عجيلة صالح الذي هو رئيس البرلمان والذي لا يريد بأي شكل من أشكال إقامة انتخابات لماذا لا يريدها؟ لأنه مستفيد من الواقع الحالي وهناك آخرون مستفيدون من الواقع الحالي وهم على رأسهم كذلك حفتر هؤلاء الأشخاص لا يريدون انتخابات لأنها ستبعيدهم وستجعلهم بعيدين من المشهد السياسي ومن تفاصيل المشهد السياسي بالتالي لأسف الشديد الأنانية السياسية التي يتسم بها عجيلة صالح ونواب مقربون من حفتر هي ما سترفع المشهد الليبي إلى مربع الصفر وإلى مربع انعذام الطيقة سأعتقد أن هناك خيارات ما هي؟ بالنسبة للحكومة كي تذلل هذه العقبات أمامها بالنسبة للحكومة إلى حد الآن ليس من السهل سحب الطيقة منها لماذا؟ لأن الطيقة تحتاج على الأقل إلى 80 نائبا أو التصويت أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواف وبالتالي هذا لن يحصل لأن هناك في داخل البرلمان نفسه هناك انقسامات وهناك انعدام لوضوح رؤية المتعلقة بسحب الطيقة فبتالي الحكومة اليوم أمامها فرصة للعمل وفرصة لقطع الطريق أمام كل أولئك الذين لا يريدون أن تخرج ليبيا من هذه المرحلة أو من المرحلة الانتقالية التي أنهكت الشارع الليبي وأنهكت الدولة الليبية ودخلتها في دوامات يجتشابك فيها الداخلي بالخارجي اليوم هناك فرصة حقيقية من الحكومة لأن على الأقل تعيد ترتيب المؤسسات السياسية والأمنية والخدمية وهناك خطوات بالفعل الآن بدأت فيها الحكومة منها إعادة على الأقل تخفيف من الأزمة المتعلقة من عدم السيولة تخفيف من الأزمة الكهرباء تخفيف من بعض الأمور الحياتية التي لاحظها المواطن فيما يتعلق بسعي في المقابل من قبل مجلس النواب للضغط بمسألة صحب الثقة للضغط على الحكومة بهذا التهديد هل هناك أي إطار زمني لذلك وبعدها لا يستطيع أن يكمل الضغط بهذه الطريقة نعم من الواضح أن مجلس النواب اليوم يعي جيدا أن الظروف الحالية والتوقيت الحالي غير مناسب لأي نوع من المناكفة الداخلية تتعلق بمحاولة سحب الثقة من الحكومة لأن التوقيت ضيق جدا من الناحية المنطقية حتى مجلس النواب ليس هناك إمكانية وجدوى من سحب الثقة من حكومة عمرها الآن أقل من أربعة شهر وبالتالي العديد من أعضاء المجلس النواب قالوا بهذا في جلسة اليوم العديد من النواب من تكلم قال بأن سحب الثقة من الحكومة هو أمر غير منطقي في ظل التوقيت الأربعة شهر الباقية من عمر الحكومة وبالتالي اليوم الحكومة ومجلس النواب وعجل صالح نفسه يعي جيدا أن الظروف الحالية غير مناسبة هو الهدف من هذه التحركات ومن هذه التعقيدات التي يقوم بها هو محاولة أرقلة الانتخابات ومحاولة البقاء في المشهد حتى وإن جعلوا من هذه الحكومة تسيير أعمال وسحبوا منها الثقة وهو أمر مستبعد شكرا جزيلا لك من ترابلس السيد موسى فيهسايا البحث السياسي شكرا لك